لو لك كنت أباءً يا رب أو فاسقاً أو شقياً والمرء من غير ديني يا رب لم يسوى في الكون شيئاً يا رب والمرء من غير ديني يا رب لم يسوى في الكون شيئاً يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته واستسلم كل شيء لقدرته وذل كل شيء لعزته أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من عقيدتنا تكلمنا عن أثر العقيدة في السلوك الإنساني موضوعنا اليوم هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى أساس العقيدة هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى أهم موضوعات العقيدة عقيدة الإيمان بالله سبحانه وتعالى بل أساس الأخلاق وأساس السلوك وأساس الأحكام الإيمان بالله سبحانه وتعالى لذل كان العلماء الذين تكلموا في العقيدة يبدأون بالكلام عن الله سبحانه وتعالى وعن أدلة وجود الله وعن أدلة الإيمان في الكون وفي النفس وفي الخلق كانوا يفردون مؤلفات عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى لأن الإيمان هو الأساس لما يأتي بعده كل مباحث العقيدة كل مسائل العقيدة تبنى على الإيمان بالله سبحانه وتعالى لذلك نجد القرآن عندما يتكلم عن أسس الإيمان يبدأ بالإيمان بالله سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله في الحديث الصحيح عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره فالكلام عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو الأساس وهو البداية وهو أهم مباحث العقيدة الإيمان بالله سبحانه وتعالى هي فطرة في النفس البشرية فطر الإنسان على الإيمان بإله خالق بإله أوجد المخلوقات بإله عليم بإله حكيم هذه فطرة بشرية ولكن قد تنحرف هذه الفطرة فيحتاج الإنسان لدليل وليس هناك أعظم من دليل الفطرة التي خلق الإنسان عليها ولكن العلماء تكلموا ذكروا بعض الأدلة سموها أدلة عقلية وذكروا أدلة سموها أدلة فلسفية أو أدلة علمية هذه الأدلة قد نحتاج نتكلم مع من انحرفت عقيدته في مسألة من المسائل من طرأت عليه شبهة ولكن في حقيقة الأمر أيها الإخوة الإيمان فطرة في النفس البشرية لذلك أهم شيء أن توقظ هذه الفطرة لذلك القرآن وأدلة القرآن كانت تركز على إيقاظ فطرة الإنسان للإيمان بالله سبحانه وتعالى من خلال النظر في الكون النظر في المخلوقات النظر في النفس البشرية وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون فالقرآن دوما كان يلفت نظر الإنسان من أجل الإيمان بالله سبحانه وتعالى أن ينظر إلى المخلوقات إلى الكائنات فهي أعظم دليل وأعظم برهان على الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذه المخلوقات القرآن أدلته كثيرة لذلك أيها الإخوة نتكلم عن سمات الدليل القرآني قلنا هناك أدلة عقلية ذكرها العلماء فيها شيء من التعقيد قد لا تناسب الناس جميعا قد تكون تناسب بعض الحالات أو بعض الأشخاص قد لا يستطيع أن يفهمها كل الناس أما أدلة القرآن الإيمانية فهي أدلة للناس جميعا القرآن كتاب هداية للناس جميعا ما اختلفت البيئة ما اختلف الشخص عمر الإنسان ذكر أو أنثى قوي أو ضعيف بعيد أو قريب فالدليل القرآني يخاطب هذا الإنسان بدليل واضح ما هي سمات هذا الدليل القرآني أول شيء في الدليل القرآني أنه دليل يخاطب عقل الإنسان ويخاطب وجدانه لا يركز على جانب دون جانب علماء الكلام ذكروا أدلة أدلة عقلية تخاطب العقل بأدلة بمقدمات ثم تصل إلى نتيجة دون أن يكون فيها شيء من الوجدان بعض العلماء تكلموا عن أدلة وجدانية عاطفية القرآن يجمع بينهما يخاطب عقل الإنسان نوازع الإنسان وجدان الإنسان حاسيسه ويخاطب عقله كذلك فالدليل القرآني هو دليل وجداني ودليل عقلي لأنه لا يكفي الإنسان أن يكون هناك إيمان عقلي تجد بعض الناس مؤمن عقلا بالله سبحانه وتعالى ولكن لا يؤثر هذا الإيمان في حياته بعض الفلاسفة آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام كإيمان عقلي فقط لكن ما في حب للنبي ما في اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام لذلك القرآن يريد الإيمان أن يكون إيمانا عقليا إيمانا وجدانيا يحرك مشاعر الإنسان يحرك سلوك الإنسان هذا الذي يعيده القرآن لذلك جاءت الأدلة فيها برهان وفيها عقلانية تخاطب عقل الإنسان وتخاطب كذلك عاطفته ووجدانه عندما الله سبحانه وتعالى يكلمنا عن نفسه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب كلام عن الله سبحانه وتعالى مالك الملك ثم بعد ذلك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء هذه صفات الإله أنه يحي أنه يميت أنه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي أن بيده الخير كل هذه من صفات الله سبحانه وتعالى ولكن تأملوا بهذه المناجأ الروحية العاطفية إذا أراد الإنسان أن يدعو ربه سبحانه وتعالى بكلام في العقيدة إذا أراد الإنسان أن يخاطب ربه سبحانه وتعالى ويدعوه لن يجد أعظم من هذا الدعاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير فهذا دعوة للإيمان بالله مالك الملك ودعوة إلى الإيمان الذي صفاته بالله سبحانه وتعالى الذي صفاته يحيي ويميت ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من العي وفيها وجدان وفيها عاطفة وفيها التجاء لله سبحانه وتعالى فالقرآن يخاطب الإنسان كل الإنسان في آية أخرى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا به إذا سألك عبادي عني كلام عن الله سبحانه وتعالى أنه قريب من عباده فيه مناجال الله سبحانه وتعالى إذا سألك فإني قريب أجيب دعوة الداعي أدعو الله سبحانه وتعالى تجده قريبا منك فيكلمنا عن الله سبحانه وتعالى وعن قربه من عباده وهو يخاطب الإنسان أنت تسأل عن الله سبحانه وتعالى الله قريب منك وهو يجيب دعائك ادعو الله سبحانه وتعالى سيجيب دعائك فهذه أيها الإخوة السمة سمة عظيمة في كتاب الله سبحانه وتعالى للدليل الذي يعرضه للناس جميعا ويخاطب الناس جميعا فيه بل نقرأه في صلواتنا وفي عباداتنا وفي دعائنا ومناجاتنا لربنا سبحانه وتعالى من سمات الدليل القرآن كذلك أن الدليل القرآني سهل واضح القرآن لم يأتي لفئة دون فئة القرآن لا يخاطب العلماء فقط القرآن ما جاء للفلاسفة فقط القرآن ما جاء للإنسان الذكي فقط كتاب الله سبحانه وتعالى لا يخاطب فئة محددة في مكان محدد وإنما يخاطب الناس جميعا يا أيها الناس فكل الناس مدعوون للإيمان ولقراءة القرآن للإيمان بالله سبحانه وتعالى وللإيمان بصفات الله سبحانه وتعالى ذلك جاء الدليل القرآن سهلا واضحا للجميع فعندما يكلمنا الله سبحانه وتعالى عن الوحدانية قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا تكلمني عن قضية من أهم القضايا وهي توحيد الله سبحانه وتعالى قضية تكلم فيها الفلاسفة وتكلم فيها العلماء وخاضوا فيها تكلم بها علماء المسلمين وعدوا على المخالفين من أهل التثنية وأهل الشرك كان يصوغون الأدلة أدلة عقلية يشعر الإنسان أنه يحتاج من أجل أن يفهم لمعالجة وشدة من أجل أن يفهم الدليل القرآن يقدم لنا دليلا واضحا قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لا يمكن أن يكون إلا إله واحد لو كان في الأرض وفي السماء إله أو آلهة إلا الله سبحانه وتعالى لفسدت السماء ولفسدت الأرض فهذا دليل واضح للناس جميعا عندما كلمنا القرآن عن اليوم الآخر قضية قضية بعث الناس التي كان يستغربها المشركون كيف يحيي الله الأرض بعد موتها كيف يحيي الإنسان بعد أن يبلى فجاء القرآن قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم لا تعجب لك تعلم كيف يخلق الله الإنسان بعد موته هو الذي خلقه أول مرة هو الذي أنشأه في البداية هو الذي أنشأه من لا شيء قل يحييها الذي أنشأها أول مرة الذي خلق أول مرة هو الذي يحيي في المرة الثانية الذي أنشأ الإنسان خلقه وجعله بشرا سويا سميعا بصيرا هو الذي يحييه بعد أن يموت هو الذي يبعث مرة ثانية من الموت من القبر فهذا الدليل دليل واضح للناس جميعا ما القرآن يقدم لنا دليلا على الإيمان بالبعث وباليوم الآخر من خلال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم لذلك أيها الإخوة هذا الدليل دليل كما وصفه الوليد ابن المغيرة إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة مثمع أعلاه مغدق أسفله وإنه ليعلو وما يعلى عليه وإنه ليحطم ما تحته ما في دليل أيها الإخوة كالدليل القرآني ما في دليل يجمع هذه الصفات فيه سهولة يخاطب العقل يخاطب العاطفة يخاطب الوجدان يخاطب الوجدان لا يمكن أن نجد هذه الصفات تجمع في دليل واحد يتكلم عن مسألة من مسائل الإيمان ومن مسائل العقيدة هذه من سماث الأدلة القرآنية من سماث الأدلة القرآنية التي تتكلم عن الله وعن الإيمان بالله سبحانه وتعالى الوضوح والفائدة للجميع لو قرأنا الآن أي دليل من أدلة المتكلمين أو الفلاسفة كم ينتفع به من الناس لو كنا في مجلس وتكلمنا عن دليل علمي يوم يسموها الأدلة العلمية سواء في الفلك أو في الإنسان في خلق الإنسان في الأرض في طبقات الأرض في السماء في طبقات السماء في النجوم في الكواكب كم إنسان يفهم هذا الدليل؟ عدد قليل الدليل القرآني يخاطب كل هؤلاء بدليل واحد والكل يفهم هذا الدليل كل واحد يقرأ هذه الآية فيستفيد وينتفع به لذلك الإمام الغزالي عبر عن الدليل القرآني ومثله قال إن أدلة القرآن مثل الغذاء ينتفع به كل إنسان بل إنها مثل الماء في انتفاع الخلق جميعا به صغارا وكبارا ضعفاء وأقوياء أما أدلة المتكلمين فكالدواء دليل القرآن فعلا هو إذا أردنا أن نشبهه بالغذاء الذي ينتفع به الإنسان جسد الإنسان ينتفع بهذا الغذاء بل هو كالماء هل هناك أحد لا ينتفع بالماء؟ ما في أحد إلا ينتفع بالماء الإنسان ينتفع بالماء الإنسان سواء كان صغيرا أم كبيرا الذكر الأنثى الحيوانات تنتفع بالماء النباتات تنتفع بالماء فنفع الماء عام للناس جميعا وكذلك دليل القرآن دليل القرآن كل واحد ينتفع به ويأخذ حظه من النفع أما بعض الأدلة اللي سماها أدلة المتكلمين فهي كالدواء الدواء ينتفع به إنسان وقد يضر إنسانا آخر هل يستطيع كل إنسان يأخذ الدواء؟ إنسان المريض أدلة المتكلمين هي علاج لحالة معينة قد يكون عنده شبهة فيذكر له هذا العلاج أما دليل القرآن ففيه شفاء للناس جميعا أما دليل القرآن ففيه غذاء للكل أما دليل القرآن فهو كالماء يسري في العروق في العروق المخلوقات كلها هذا دليل القرآن فكل إنسان يقرع سمعه شيء من القرآن ينتفع به يأخذ حظه من النفع قد يختلف هذا النفع من إنسان لإنسان ولكن ما في إنسان لا ينتفع بالدليل القرآني لأنه دليل قرآني رباني يخاطب الناس وهو أعلم بخلقه سبحانه وتعالى فجاء الدليل يناسب فطرة الناس جميعا ويناسب عقولهم ويناسب عواطفهم ويناسب كل شيء فيه فما أعظم الدليل القرآني الذي يجمع كل هذه الدلالات الدليل القرآني بعيد عن الغموض والتعقيد خالي مما وقع في كثير من أدلة الفلاسفة وعلماء الكلام قد نقرأ دليلا لا ننتهي من المقدمة حتى ننسى ما ذكرناه سابقا فيه شيء من التعقيد فيه شيء من الصياغة الصعبة يقول له يدلل الدليل ما فهمته كم من دليل ذكره الفلاسفة اليوم نجلس نحلل هذا الدليل كيف نفهم هذا الدليل عندما يتكلمون عن الزمان ويتكلموا عن المكان من أجل أن يثبتوا بعد ذلك وجود الكون وخلق الكون ويذا كلموا بعد ذلك عن وجود الخالق سبحانه وتعالى فنجد فيه صعوبة في الصياغة ممكن يجلس اثنين وثلاثة حتى يفهموا هذا الدليل وممكن نذكر هذا الدليل فيضع بعض الناس لأن فيه تعقيد فيه صعوبة بدنا نحلل العبارة وبدنا نفهمها ونفهم المقدمات الطويلة المعقدة أما دليل القرآن فهو دليل واضح قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله سبحانه وتعالى بدنا نتكلم نصف الله سبحانه وتعالى بأنه واحد بأنه أحد قل هو الله أحد الله الصمد كل الناس تلجأ إليه كل الناس تعبده لم يلد ولم يولد لأنه إله لأنه خالق لأنه واحد لم يلد ولم يولد ليس فيه نقص هذا الإله لا يحتاج للولد لا يحتاج للزوجة ولم يكن له كفوا أحد لا يوجد أحد يماثل هذا الإله أعطاني في كلمات قليلة كلام عن الله وعن صفات الله سبحانه وتعالى هذه الآيات هي صفة الله هي صفة الرحمن هي صفة الإله هي كمال العقيدة هي الإيمان بالله سبحانه وتعالى تقرأ هذه الآيات فتجمع مسائل الإيمان بالله سبحانه وتعالى تتكلم عن الله وعن صفة تفرد الله سبحانه وتعالى وحدانيته وتتكلم كذلك عن تنزيح هذا الإله عن أي نقص فيه عن أن هذا الإله لا يشابه المخلوقات عن أن هذا الإله إله واحد وهو إله منزه عن أي نقص أخر شيء في الكلام عن دليل القرآن يعني أنه يلائم الناس جميعا على اختلاف مستوياتهم يلائم الذكي ويلائم الفيلسوف ويلائم العالم التجريبي ويلائم الإنسان الفطري يخاطب كل هؤلاء على السواء يقول ابن رشد وهو يتكلم عن الدليل القرآني إن الطرق الشرعية يقينية بسيطة غير مركبة ملائمة لكل المستويات العقلية لم تأتي لفئة دون أخرى فإذا قرأنا الآن أي آية من القرآن كل إنسان يأخذ حظ من الانتفاع بها عندما يقول سبحانه وتعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت يقف عندها الإنسان البدوي فينتفع بها ويعلم الإبل ويجد فيه آية من آيات الله سبحانه وتعالى ينظر إلى خلق الإبل وإلى عجائب صنع الله سبحانه وتعالى ينظر إلى السماء التي فوقه كيف بناها الله سبحانه وتعالى بغير عمد ترونه ينظر إلى الأرض كيف سطحت ينظر إلى هذا التوازن الموجود ينتفع بهذا الدليل الإنسان البدوي البسيط ثم يخاطب العالم والفيلسوف يخاطب العالم التجريبي كل إنسان يجد عجائب صنع الله العالم عندما يتكلم عن السماء وعن النجوم وعن الكواكب وعن هذه المسافات فيجد حسن الصنع وحسن التقدير لله سبحانه وتعالى فذليل القرآن هو دليل واضح دليل سهل دليل يخاطب الإنسان يخاطب عقله يخاطب عاطفته وهو يلائم الناس جميعا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا إنه سميع قريب يجيب الدعاء وإلى اللقاء في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لولك كنت أباء يا رب أو فاسقا أو شقيا والمرء من غير دين يا رب لم يسوى في الكون شيئا يا رب والمرء من غير دين يا رب لم يسوى في الكون شيئا يا رب